ترجمة نانسي قنقر تحقيقا لأهداف خطة الأمن الدوائي عقادة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية جلسة مباحثات مع مجموعة من المستثمرين وذلك لإفتتاح مصانع مختصة في الأدوية والأدوية الحيوية الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز البنية التحتية الصحية في مملكة البحرين فالمملكة حريصة على تطبيق ومواكبة المعايير العالمية المتعلقة بصناعة الأدوية وذلك بعد دخولها في هذه الصناعة وترخيصها لمصانع أبرزها مصنع لإنتاج المكملات الغذائية بحرين فارما ومصنع الخليج للتكنولوجيا الحيوية الذي يعتبر أول موقع لتصنيع أدوية الحقن في مملكة البحرين وهم حاليا في طور الإنتاج الأول حيث يتم فحص المنتج وتم الموافق عليه من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فالهيئة بدورها تحرص دائما على أن تكون المصانع مستوفية لشروط تتعلق بالأمن والسلامة والجودة وفق المعايير الدولية